ولمدة ستة أشهر أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإيقاف إصدار ترخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو كذلك تعديلها أو تدعيمها أي أنها أصدرت قرارا بمنع البناء بكل أشكاله وأنواعه القرار جاء طبعا بطلب مباشر من عبدالفتاح السيسي خلال لقائه في أحد المشاريع القومية وقال أنه لا بد من تحرير مخالفات لكل من يكون مخالفا طبعا في البناء في المباني السكنية وألزم كذلك السلطات في الدولة بأن تحاسب هؤلاء بل ربما تقدمهم أيضا لمحاكمات عسكرية إن رفضوا تنفيذ أحكام القضاء أو دفع كذلك الأموال التي تطلب منهم كغرامات وبشأن تدعيات القرار قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن وقف التراخيس يستهدف التصدية بحزم لمخالفات البناء التي تتسبب في الضغط الكبير على المرافق العامة وكذلك الخاصة وفضلا عن انتشار الفساد في تراخيس البناء طبعا محمود شعراوي ذكر الفساد الآن لكن الفساد مستشري وموجود في تراخيس البناء وغير تراخيس البناء منذ أمد بعيد لا نعلم بالضبط لماذا سيشيا الآن يدقق على هذه النقطة لكن مع ذلك بعض أصحاب شركات المقاولات المختلفة في مصر كان لهم رأي آخر حول ذلك القرار وقالوا أن هذا القرار يعني الشلل التام لقطاع المقاولات في مصر والذي يعمل فيه عدد كبير من المواطنين نحو 12 مليون مواطن يعملون في هذا القطاع عفوا نحو تقريبا عشرين شركة أيضا تعمل في هذا القطاع هناك الألاف من الأسر التي تقتات من أمواله لكن الدولة تسعى بأي شكل من الأشكال أو بشكل كبير إلى نسف هذا القطاع في الوقت الراهن دفع هذا القرار أيضا عددا كبيرا من النواب بمجلس الشعب لتقدم بطلبات إحاطة بشأن القرار منهم عضو لجنة الإدارة المحلية النائب سليمان العميري الذي اعتبر أن القرار باطل دستوريا وقانونيا كما أنه سيضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة وكذلك المهندسين والمقاولين ومرورا بالعاملين في سوق الخدمات العامة وكذلك الخامات العامة والأولية هو معروف أن القطاع المعماري في مصر وغير مصر هو قطاع كبير وقطاع عريض يؤثر بشكل كبير في الاقتصادات في الدول في مصر بالتحديد يمثل تقريبا 18% من الدخل المحلي الإجمالي إذن هو قطاع مهم لا بد أن يتم إصلاحه لا أن يتم نسفه بهذا الشكل الذي تتحدث عنه الدولة كما أن الملفط للنظر هو أن قرار وقف الترخيص رفقه أيضا قرار بمخالفة ومحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية وهو من تقده عدد كبير من الحقوقيين والمحامين وقالوا أن هذا مخالف لكل الأعراف القانونية بل إن بعض أعضاء مجلس النواب اعترضوا على هذا الأمر وقالوا لابد أن المدني لابد أن يقدم إلى قاديه الطبيعي منهم هيثم الحريري الذي قال لابد أن يقدم المدني إلى قادي مدني العسكري يقدم إلى قادي عسكري لأن يقدم مدني متهم بمخالفة بناء إلى القادي العسكري ويحكم عليه بحكم أيضا لا طان فيه ويحبس سنوات كثيرة في السجون والغريف في هذا الأمر أيضا أن عبد الفتاح السيسي أصدر القرار بأثر رجعي بمعنى أن من خالف منذ زمن منذ سنة أو سنين أو أكثر يتم تطبيق العقوب عليه سواء بالمخالفة أو كذلك بالمحاكمة أمام القضاء العسكري إذن نستمع إلى هذا المقطع بخصوص هذا الشأن ثم نعود لنفتح النقاش بتوسع في هذا الملف من فضلكم في عشر تلاف مخالفة يبقى في عشر تلاف إنسان تم الأبضاء عليه أنا بقولها وكل مصر تسمعني عشر تلاف مخالفة